الراديو 9090 هواها مصري اعرف الصداع ده اساسه اصلا ايه واجي ليه عشان عالج الموضوع ويبطل يجي لي الصداع اللي هو ايه اللي انا بكلمك فيه هو فين يا جماعة النظام اللي احنا عاوزين نمشي عليه هو ماينفعش ابراهيم زعل من حاجة فانا بشير الحاجة دي من قدام ابراهيم مش اعرف بس هو ايه الاساس بتاعه وعالجه فعشان كده 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 دايما على طول بقولك ان القادم اسوأ طول ما مفيش نظام نمشي عليه والاندية كلها تمشي عليه والتحاد الكورة يحط نظام والامور كلها تبقى واضحة عمر ما هيبقى فيه حاجة الواحد يفتخر بيها في الكورة المصرية طبعا اللي حصل في الفترة اللي فاتت ما عرفش لحد امتى الكورة المصرية مصممة تظهر اسوأ ما لديها يعني رحنا قبل كده لعبنا يعني اولا يا ابراهيم كترخير الناس دولة الامارات طبعا كترخيرها الناس فاتحالنا بيوتها وتعالوا وحدث وشفت عملوا ازاي في التغطية بتاعتهم للمباراة وحولوها الى حدث حسسوك ان ريال مدريد وبرشلونة هيلعبوا وقاعدين بيتكلموا على المباراة من قبلها باسبوع وتخصيص تغطية كاملة ليها والتذاكر كلها مباعة وكل حاجة كأن حدث بقولك نهي كسا العالم اللي هتلاعب مش بس ريال مدريد وبرشلونة طب يا جماعة نحترم الناس طب يعني الناس فاتحالنا بيوتها احنا نروح نعمل كده وهو يا جماعة هو احنا كل مرة نروح لازم نظهر اسوأ ما لدينا يعني مرة في ازمة رمضان صبحي وحزم امام لما رمضان وقف على الكورة والماتش قلب خناقة وتنشانة في الملعب والمرة اللي فاتت برضو تنشانة وسواء في المباراة ما بين كهرباء وطريق حامد وبعد المباراة واللي حصل طبعا فيها وكل اللي. لحد امت يا ابراهيم؟ تعالى بس نتكلم في النقاط معبرة عن اللي الموجود دلوقتي هل انت ضد فكرة العقوبات في المطلق ولا انت معي فكرة العقوبات انه اللي يغلط يتعاقب? لا طبعا مع فكرة اللي يغلط يتعاقب طبعا. مع فكرة اللي يغلط طبعا. لو سألت開ا what happens? بناء على لايحة. ولايحة واضحة وصريحة. والناس تبقى فاهمة ده. لانه انا انا مش مهتمة برد فعلك. يعني انا انا اقصد انا لو انا في اتحاد كورة. مش مهتمة برد فعلك. اما يكون انت مين من جمهور الناديين. لان انت في النهاية هتغضب. ايا ما تكون القرارات هتغضب. بس لو انا طلعت لك لايحة بتقول لك انت توقفت. عشان واحد اتنين تلاتة. البندة هو بينطبق عليك بتاع الليحة واحد اتنين تلاتة بينطبق عليك. وبص العقوبة بتاعت البند رقم مسلا تلاتة بتنص على ايه? برافو. وحضرتك اخدت كزا. برافو عليك يا تامر. هتبقى موجة وهتعدي لسبب بسيط. موجة غضب طبيعية جدا من الجمهور اي حد حيتوقف له اي العيب حيبقى من داي. لكن هي المشكلة مش في كده. المشكلة انه الناس عادت تدور. والناس عادت تشتغل. والناس عادت تشوف. لقيت حاجات ملهاش بنود. وحاجات تانية جرم كبير جدا جدا. ليها بنود وبنودها تكون مخففة بالنسبة للعقوبات. فاصبح انت بتعاقب واحد على عقوبة كبيرة جدا على جرم اقل. وعقوبة المفروض تستحق اه اه نهايته بقى اكبر من كده على جرم اكبر بكتير لقيتها مخفضة. فبدأ استيعي الناس. والغريب انه لا ده موافق ولا ده موافق ولا ده راضي ولا ده راضي. موقف الاهلي هو موقف جماعي. له علاقة باللعيم وموقف الزمالك هو موقف فردي. له علاقة بايقاف رئيس النادي. حتى ايقاف رئيس النادي اللي مراحش اصلا للمباراة جيت اوقيته في وقت غريب. يعني انا مش ضد برضو انك توقف رئيس النادي لما تجاوز. بل عكس احنا كلنا بنقول نحنا كلنا خاضعين للقانون. وكلنا خاضعين للأداب العامة بتاعت البلد ديت. وكلنا لازم نعقى صحة او انا بتكلم غير. صح. سأل فكرة ان انت رحت وقفت الراجل ده. فماتش اصلا هو مراحوش. بنانا على تصريحات هو متلفزة اتقلت قبل المباراة. مزبوط. ايه اللي خلاك تحشر القرارات ديت او خلاك تحشر القرار ده جوه الحاسيات دي. فانت اضعفت من الموقف العام بشكل كبير. ومش دايما فكرة الغضب معناها ان انا صح. ومش دايما فكرة انه طالما الاهلي زعلان مني والزمالك زعلان مني. يبقى انا صح. لأ. هو راجع نفسك وشوف انت القرار اللي تحط في الحتة الفلانية ده كان مناسب ولا لأ. واللوايح كان مناسبة ولا لأ. وبعتقد تامر عفش انت هتوافقني ولا لأ في الجزئية دي. انه انه محتاجين نشتغل من دلوقتي على اللوايح للموسم الجديد. ما هو ده النزام بقى ابراهيم اللي انا بقولك عليه. صدر. ده العلاج اللي انت بتتكلم عليه. لكن مش المسكن. في فرق بين المسكن وفي فرق بين العلاج. فاهم? وخلي بالك المسكن ممكن يكون خطر جدا. لاني انت عمل بتشتكي من حاجة بس انت مش عارف اساسها ايه. فهتقعد. بتضمر حاجة. بالزبط. برافو عليك. بتضمر حاجة وانت معالكتش الاساس بتاعها. فاحنا لحد امتى هنقعد نعمل كده. وللأسف ابراهيم في كلمة واقفة في زوري نفسي اقولها. لحد امتى ابراهيم دايما التغيير في مجال كورت القدم دايما بيكون للأسوأ. ليه? ليه يا جماعة هو يعني هو خلاص. بص يا ابراهيم ما اصل الموضوع. المشكلة لما بتحصل. المشكلة الواحدة بتجر مشكلة تانية. يعني شوف ماتش زي ده. امجارر. وقعنا في مشكلة مع الجانب بتاع ابو زابي. خلاص? ابو زابي الرياضية. اصل السيدي طلع من عندهم. لأ اصل السيدي ما طلعش من عندهم. اصل هو جاي لي مش عارف من مين. اصل في لوايح. لأ اصل اللوايح مش موجودة. لأ اصل اللوايح موجودة. لأ اصل اللوايح تسلمت للاندية. الاندية تطلع تان في. بص يا ابراهيم المشكلة الوحدة كشفت لك كم حاجة? كشفت لك ان مفيش نظام. كشفت لك ان مفيش اي حق. وبعدين انت اصلا النهاردة المفروض اكبر مباراة في الشرق الاوسط. ادي شكرا. طيب. المباراة دي اصلا كمان افكرك. اقول لك الحاجة غريبة جدا. الناس عمالت قابلني والله العظيم تلاتة من ساعت ما وصلت الناس كلها متش هيتلاقي بالجماعة وانا. بالزبط. 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 مش عايزة كان متش هيتلاقي بالجماعة. مظبوط. وبعدين خلي بالك المباراة المفروض بتاعت النهاردة دي. هي مباراة اصلا مؤجلة من الاسبوع الرابع. اللي هو اصلا اتحاد الكرة الاول لما تعين طلع اه استاذ عمر الجنيني. اللي هو رئيس الاتحاد وقال لك مفيش تأجيلات السنة دي والجدول هيتوزع على الاندية وحسبوني على الجدول من يوم ما هعلنه ان مفيش اي تعديل هيتعدل في جدول الدوري. ومع ذلك المباراة اتأجلت من الاسبوع الرابع المفروض لها النهاردة. ويعالم اصلا هتتلعب ولا? لا. اقول لك على حاجة. مم. يعني وربنا هيستر مقفلكش البرنامج ده. انا وجهة نظري. شكرا تامر بدوي خلونا. انا وجهة نظري. انا مش متفائل بالا بالكرة المصرية. مم. اه لحد لما شوف وجوه جديدة. طيب مش انا هعقب بس تعقيب ببسيط. انا اه للامانة للامانة يعني اه بشوف انه اللجنة الخمسية كل الاسماء اللي موجودة فيها هي اسماء محترمة ومرموقة وما عندهاش مصلحة. ممكن يكون مش محالفها التوفيق في بعض القرارات. لكن هم مش اصحاب مصلحة يعني وجوه جديدة. يعني فيهم منهم من يقدم للناس بشكل جديد. بس طبعا هو عندهم شوية مشاكل اللي هي علاقة يعني علاقة بالخبرات في الادارة نفسها. للمرة المليونية يا ابراهيم. واحنا لما بنتكلم على سياسة اتحاد كورة او طريقة ادارته للكورة المصرية. بس خد بالك برضو عشان اقول لك بعملها يعني. هم موارسين ورس معلم بالله ربنا. وبيتزايد عليهم كتير. لا 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 ما تزعلش مني يا ابراهيم. لا 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 ثانية واحدة بقى نقف هنا لحظة واحدة. تفضل. لا معليش دعوة ما تجيش تقولي اصلا الحملة تقيل. وانت ما كنتش عارف ان الحملة تقيل. لا لا. يبقى انت راجل كنت مغيب عن الكورة المصرية. يبقى انت راجل ما كنتش عايش في الاجواء اللي احنا كنا عايشين فيها. يبقى انت راجل بعيد تماما عن الكورة المصرية وادارة الكورة المصرية. لأ ما تجيش تقولي معلش يا براهيم. تتحط في منصب زي ده. في فترة زي دي. يبقى انت لازم تكون قده وقدود. لا انا ما قلتش كده. انا ما قلتش كده. مش مش هو ده اللي انا قصد. ما قصدت قلت لي ورسين ورسة قيل. يعني ايه ورسين ورسة قيل. يعني ايه. الديم لغبطة. اه. وفزوستة. هو وقته. الوقت ده. مش بدفع عنه. انا مش بدفع عنه يا سامة. انا بقول. انا بقول. ووحنا لما بننتقد سياسة حاجة. احنا بننتقد اشخاص. لا لا. يعني انا مسكت الاستاذ عمر الجناني قلت. انا مسكت لما بحبوش اصلا هو. لا لا. لا. احنا بننتقد ايه. طريقة ادارة الكورة المصرية. انت بتنتقد طريقة ادارة الكورة. والعبد الفخير الى الله ما عندوش مصلحة ولا غرض زي الناس اللي هناك دي برضو بتاعت اللجنة الخ Psalmistية وبردو بينتقد طريقة ادارة. بس فيه ناس دخلا عالخط وانا اعرف كويس انا بقول ايه انا مش راجل عبيض. فيه ناس دخلا على الخط لا هي بتتكلم في المصلحة اللي انت بتتكلم فيها ولا هي بتتكلم في المصلحة اللي انا بتتكلم فيها هي بتتكلم بتخبط في اماكن معينة لايه علاقة باللجنة الخمة سيhe عشان تهدي منها لمصالح اخرى ما تخل定 اش بأن اتكلم مكتر من كده. انا عارف اقول لك ايه? دي دي حاجة تانية دي. انا عارف اقول لك ايه? دي حاجة تانية. لما الموجة بتاعلى انا اركب الموجة دي عشان اخلص على حاجة معينة علشان نستفيد انا فيه ما بعد. انا عارف كويس انا بقول لك ايه?